وبرنامج فن المحاكاة بيسعدنا في هذه الحلقة وهذه الأمسية إن احنا نقدم فقرات متنوعة هترك تقدمها لزميلتي العزيزة اللي بتشاركنا النهاردة لأول مرة كمزيعة في برنامج فن المحاكاة بديلا عن زميلة غادة حفني الدكتورة عبير عبدالله برحب حضرتك عبير أهلا بك يا طارق وأهلا بكل فريق العمل برنامجكم الإعلاني فن المحاكاة وأنا سعيدة طبعا معكم ويا رب إن شاء الله النهاردة مع مشاهدين الكرام الحلقة نول إعجابكم ورضاكم وزي ما قدم طارق حالا في برنامج فن المحاكاة دايما بيكون لنا فقرات سرية حول ألوان إبداعية فنية والنهاردة يا طارق إن شاء الله سنستمتع سويا مع مشاهدين بقراءة أحد النصوص الدرامية واخترنا لي كل مهاردة قصيدة البكاء بين يدي زرقاء اليمامة طبعا أول ما قلت كده للكثير منكم يعرفوا للشاعر الكبير الراحل رحمه الله أمل دونكل دايما كان بيطلق عليه شاعر الألم والأمل في آن واحد والتي عبر عنها ومن خلالها من خلال نصوصه الشعرية بإخلاص عن طبعا الغمة اللي هي آلمة الأمة العربية بعد نكسة عام 1967 إن شاء الله بعد كده في إطار لقاءاتنا أيضا وفي أجواء ما نتحدث عنه هنستضيف الشاعر والناقد الأدبي الدكتور أسامة فرحات عشان يتم مناقشة أكثر الأبعاد الدرامية في كلمات وحروف شاعرنا الكبير الراحل أمل دونكل لقاء آخر من لقاءات برنامجكم النهاردة فن المحاكاة وحول حياته إلا مسرح كبير عن المسرح ولكن هنخص بالذكر من خلال ضفتنا الجميلة النهاردة الدكتورة حنان الديب مدرس المسرح بكلية الأداء بقسم اللغة الفرنسية جامعة حلوان هنتكلم بقى الحديث عن والدها الفنان حسن الديب أهم أعماله أهم ما يميز هذه الأعمال الإبداعية هل اختيار الدكتورة حنان الديب للعمل كمدرس للمسرح فقط لا غير بسبب والدها أم هناك أسباب أخرى تخصها هي بالذكر هندخل بشيء من التفصيل ونغول ونتجول في عالم وعوالم خاصة بالدكتورة حنان الديب عايزة أقول حاجة طرق؟ عايزة أقول أشكرك على المقدمة دي فعلا إحنا هنتوغل في عالم هذا الكوميديان المميز اللي استطاع أن يترك بصمة من خلال حتى أدوار مساعدة مش أدوار بطولة ولكن الموهبة لا حدودة لها وتظهر في كل مجال لا صح وأيضا في فقرتك عبير العناصر الدرامية عند أمل دونقل كان نقاط كتير قالوا أنه لو كان عمره امتد شوية كان هيكتب مصرح شعري لأن عناصر الدراما موجودة في قصائده كانت متوفرة وغنية وسرية جدا بطبيعة الواقع الشعري الخاص بيه صحيح بارزة في قصائده نعم إحنا كما عودناكم هنذهب إلى فاصل قصير جدا نعود بعده لقراءة قصيدة أمل دونقل البكاء بين يدي زرقاء اليمامة ثم بعد قراءة النص قراءة درامية أدبية المشهد نذهب بعد كده مع زميلتي عبير لمناقشة هذه القصيدة والقراءة مع الأستاذ طارق إن شاء الله فتابعه ترجمة نانسي قنقر